شكري يلقي كلمة في أسبوع المناخ لأفريقيا بالجابون ويؤكد أن الكثير من التعهدات الدولية للتخفيف من تأثير تغير المناخ لم يتم الوفاء بها إعلان حالة الطوارئ في بغداد واجتماع الرئاسات في العراق يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد الحالي الوكالة الدولية للتاقة الذرية ترسل فريقا إلى محطة زبوريجيا واستمرار تبادل الاتهامات بين موسكو وكيف حول قصفها الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تدرك التحديات المتعلقة بقضايا تغير المناخ وخلال كلمة ألقاها في أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالعاصمة الجابونية لبرفيل أكد شكري أن مصر مستمرة في تحليل وتقييم تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة الصادرة عن قمم المناخ السابقة بباريس وجلاسيكو الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات بينما تواجه الزعوبات الداخلية الخاصة بها وتحديات التنميع كرئاسة قادمة لكوب 27 فإننا ندرك هذه التحديات وأنه يجب أن نواجه تغير المناخ ونحن مستمرون في تحليل هذا الوضع المتطور وتأثيراته بالإضافة إلى تقييم تنفيذ التعهدات السابقة والالتزامات من تاريس حتى جلاسيكو كما أكد وزير الخارجية سمح شكري أن المجتمع الدولي متأخر في الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل المتعلقة بالتغير المناخ مشددا على ضرورة الوفاء بالتعهدات وعشار إلى أهمية تنفيذ الإجراءات والاليات للتعامل مع التحديات المرتبطة بالضرر المتعلقة بالتغير المناخ العلم قد أوضح أن المجتمع الدولي متأخر للأسف في إجراءات التكيف والتخفيف والتمويل الكثير من التعهدات بشأن التكيف والتخفيف قد تم إطلاقها في جلاسيكو ويجب أن يتم الوفاء بها إن الانتقال إلى الطاقة المتجددة والعودة مرة أخرى من قبل كثير من الدول المتقدمة إلى استخدام الوقود التخليدي أمر مقرق بالنسبة لنا تمويل التكيف يجب أن يتزايد والنفي بالمئة مليار دولار أمريكي فهذا يؤثر على جهود أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمواجهة تغير المناخ والإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات والآليات لتعامل مع التحديات المرتبطة بالضرر والخسارة لم تكتمل كان وزير الخارجية سامح شكري شارك في أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالعاصمة الجابونية لبرفيل ويعقد أسبوع المناخ بحضور رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا والوزراء وكبار المسؤولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة دكتور نرحب بك معنا بداية أسبوع مناخ إفريقي بامتياز بمشاركة مصرية ما المتوقع أن يخرج به هذا الأسبوع أمام تحديات جسيمة في المناخ في البداية أهلا بحضرتك طبعا الأسبوع المناخ في أفريقيا هو أسبوع تم يطلقه من خلال الأمم المتحدة هذا أسبوع سنوي بيكتمع فيه تقريبا القبراء والكياسيين من كل أنحاء أفريقيا هذا العام إفتراضيا لقياس نفض العمل المناخ واستكشاف إمكانيات العمل بالنسبة لجميع الدول كلنا عارفين أن قضية تغير المناخ أطبحت قضية كما وصفها سيد الرئيس في حوار بيترسبرج اللي كان في ألمانيا أنها قضية وجودية العالم الآن يتعرض لأشرف موجة من التغيرات المناخية في صورة جفاق لأنهار تاريخية في أوروبا وفي صورة موجات شديدة الحرارة في بعض المناطق المعتدلة مناخيا زي مناطق في أتيا وخاصة الفلسطين وفي مناطق في الولايات المتحدة وفي أمريكا الشمالية إلى آخره أفريقيا لها خصوصية كبيرة بالنسبة لقضية تغير المناخ أفريقيا لا تساهم في مساببات هذه الظاهرة يعني أفريقيا لا ينتج عنها غازات احتباط حراري إلا بحوالي من 3 إلى 4% لكل قارة أفريقيا على مستوى العالم فإذا هي قارة ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة ولكنها قارة حساسيتها لتغير المناخ حساسية كبيرة جدا وأصبح تغير المناخ يمثل مشكلة كبيرة لإقتصادات دول كثيرة من دول أفريقيا نعم دكتور لكن وضح أن الكل مسؤول أمام هذه التحديات كلمة وزير الخارجية سامح شكري مهمة فيما يتعلق بأن المجتمع الدولي متأخر في الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتكيف بغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تكون عامل في تخفيف حدة هذه التغيرات على العالم بأسره لماذا التراجع من بعض الدول؟ لماذا لم تتحمل الدول المسؤوليات المختلفة؟ وهي أيضا يقع عليها تأثير مباشر من تغيرات مناخية مختلفة؟ التراجع من الدول المثبتة بالظاهرة وهي الدول المعروفة يعني السن تساهم بحوالي 30% الولايات المتحدة بـ 15% والاتحاد الأوروبية 8% والهند وكندا والبرازيل وروسيا لأن التزامها يعني أنها سوف تتحمل تكلفة أو سوف تساهم بتمويل كبير للدول المتأثرة ولذلك وبسبب أن التزامات أو تعهدات تغير المناخ هي غير ملزمة لهذه الدول توحدث دائما وأبدا التنصل حتى جاء ما يحدث الآن الآن هذه الدول وهي معظمها دول معتدلة مناخيا بدأت تتعرض وبقصوة لتغير المناخ وأصبحت الخسائر المترتبة على تغير المناخ بأضعاف أضعاف ما كان يجب أن تدفعه من البداية وهنا يتضح أهمية العمل الجماعي لا عمل مناخي إلا بالـ 197 دولة يعني لو أراد العالم أن يكون هناك إجراء كتعال ضد تغير المناخ لابد أن يكون الإجراء جماعيا أسبوع المناخ أو الأسبوع المناخ في أفريقيا جاء هذا العام في توقيت مهم جدا وهو أن مصر وهي أحد الدول الأفريقية تستضيف مؤتمر أو قمة المناخ للأمم المتحدة رقم 27 وهي تمثل قارة أفريقيا في هذا المؤتمر وتدافع عن مصارح القارة الأفريقية قارة أفريقيا لا تراجم بتماما في هذه القضية ولذلك كانت مدخلة سيد ودير الخارجية لاستضاح الصورة أمام الجميع ولدفع الجميع لتحمل مسؤولياته والتزمات التاريخية والأخلاقية مع هذه الظاهرة نعم عظيم إلى أي مدى يمكن أن يفيد هذا الأسبوع المناخي الأفريقي مؤتمر مصر المقبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بإذن الله زي ما قلت لحضرتك أن مؤتمر هذا العام هو مؤتمر قارة أفريقيا وتم اختيار مصر يتمثل قارة أفريقيا للتضافة ورئاسة هذا المؤتمر من خلال الأسبوع المناخ الأفريقي سوف يتم وضع الصورة كاملة أمام العالم وأمام دول العالم كلها أن قارة أفريقيا قارة ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة وفي نفس الوقت لديها فرصة كبيرة لاستعادة جزء كبير من التعامل مع غاية الأكثر الكربول لأنه عندي متحات شاسعة عندي 50% من الغطاء الأخضر موجود في أفريقيا لذلك أسبوع المناخ سوف يضع النقاط على الحروب سوف يكون هناك أجندة واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة سوف يتم الاتجاه وبقوة ناحية أفريقيا لكي تكون منقذ الكارة منقذ للكرة الأرضية من تغير مناخ أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة شكرا جزيلا على هاتفك وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 486 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 160 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 41 طن كما تم ضبط قرابة 119 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 718 قضية من بينها 196 قضية خبز ناقص الوزن و174 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وتم ضبط قرابة 12 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمحة المحلية وفي الملف العراقية دعا رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى بالعراق خلال اجتماعا إلى التهدئة وإلى إيقاف التصعيد السياسي وعدماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية وأكد الاجتماع على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمصار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب على جميع العراقيين وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى القاضمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تتعلق بحل الأزمة الحالية وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي بتعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر وذلك بعد دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر المجلس المتمثل بالقصر الحكومي وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد داعيتنا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وأكلت العمليات المشتركة في بيان أنها التزمت على درجات ضبط النفس لمنع التصادم أو إراقة الدماء العراقية وضف البيان أن القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة مشددا على أن القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار أعلنت خلية الإعلام الأمنية تنفيذ الطيران العراقي ضربتين جويتين على أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة راوة بمحافظة الأنبار غرب البلاد وذكر بيان للخلية أنه تم تزويد القوات الجوية بمعلومات استغبارية دقيقة وتم تنفيذ الضربتين الجويتين بواسطة طائرات F-16 وتم تدمير المكانين المستهدفين بالكامل مشيرا إلى أن قوة من الفرقة السابعة قامت بتفتيش المكان المستهدف وفي سياق آخر أعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل جندي في هجوم مسلح بالعاصمة بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذيمي أن التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها وأكد أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية وقال الكاذيمي أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإدرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي وتطلعاته ومستقبله ووحدة أراضيه كما جدد الكاذيمي الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع دعيان المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى الكويت حيث بدأت وزارة الداخلية الكويتية تلقي طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر التي تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل وحددت الداخلية الكويتية خمسة أماكن لتقديم طلبات الترشح وتشترط أحكام القانون الكويتي لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصيلة وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن لا يقل سنة يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها أعلنت الحكومة اليمنية مقتل عشرة جنود يمنيين في هجوم لقوات الحثي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن رغم سريان هدنة برعاية الأمم المتحدة من جانبها وصفت الحكومة اليمنية الهجومة بتصعيد خطير مشيرة إلى أنه جاء في الوقت الذي تنصب فيه أو تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستيناف الجهود السياسية وتحقيق السلام طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرش بدخول معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ الكامل بالاستناد إلى نظام فعال بعد أن بلغت المخاطر النووية مستويات عالية جدا وأكد جوتيرش في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية أن ذلك اليوم هو اعتراف عالمي بالضرر الكبير والمستمر الذي حصل باسم سباق التسلح النووي وأضف جوتيرش أنه لما كان للأسلحة النووية في العالم مشددا أنها لا تضمن الانتصار أو الأمان بل أنها لا تؤدي إلى إلا الضمار ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زين نسكي أن روسيا تحاول أضعف أوروبا عن طريق مواصفه بالإرهاب الاقتصادي وأضاف زين نسكي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين أن روسيا تحاول منع الدول الأوروبية من ملء مغزونها من الغاز لافتا إلى استعداد بلاده لتقديم الغاز لأوروبا من مغزوناتها من الغاز دعا الكريملين المجتمع الدولي للضغط على أوكرانيا من أجل خفض التوتر العسكري عند محطة زابوريجيا النووية واتهم الكريملين كييف بتعريد أوروبا بأكمالها للخطر قبل زيارة مرتقبة لبعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تتحدث عن احتمال إنشاء منطقة منزوعة السلاح عند المحطة وهو أمر حفتها الولايات المتحدة على تنفيذها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها ستجري عمليات تفتيش في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا وأوضحت الوكالة أن البعثة التي يقودها المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافييل جروسي ستقوم بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير بالقرب من المحطة في زابوريجيا الذي تتبادل روسيا وأوكرانيا لاتهامات بالمسؤولية عنه من جانبه أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أكد على ضرورة حماية سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا في بادرة أمل من شأنها إنقاذ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بأكملها يقوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت للقصف مرات عدة في الأسابيع الأخيرة وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي على ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن المحطة الكبرى بالقارة الأوروبية وتأتي الزيارة بعد أن وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في زابوريجيا بأوكرانيا بأنه يتدهور بسرعة إذ أكد أن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا يؤرد العالم إلى خطر نووي يجب أن يتوقف على الفور وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب المحطة النووية في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من القصف قرب المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فعملية القصف الأخيرة جاءت بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييفا الاتهامات باستهداف المحطة الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة ورغم أنه تم فصل اثنين من مفاعلات المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بسبب القصف خلال الأسبوع الماضي كشفت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية عن عدم توفر أي معلومات جديدة عن وقوع هجمات على المحطة وبين اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بقصف محطة زابوروجيا تبقى المخاوف الدولية باقية من تعرض المحطة لأي قصف قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا لطاقة النووية بالأصعب في تاريخ الوكالة وخلال زيارة أجرها إلى العاصمة السودية ستوك هولم أرجع وزير الخارجية الأوكراني صعوبة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النشاط القتالي والمعارك التي تدور على مقربة من الموقع إلى جانب الطريقة التي تحاول روسيا من خلالها إدفاء شرعية على وجودها في المكان على حد تعبيرها طالبت مجموعة السبع بضمان دخول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية تمائل محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وأعربت مجموعة معنية بعدم انتشار الأسلحة النووية تابعة لمجموعة السبع عن قلقها العميق حيال مخاطر وقوع حادث نووي في المحطة التي استهدفت بدربات في الأسابيع الأخيرة مشددة على أن أي محاولة من جانب روسيا لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية ستكون غير مقبولة كما أكدت المجموعة أن المحطة النووية يجب أن لا تستخدم للقيام بأنشطة عسكرية أو لتغزين معدات عسكرية قال المستشار الألماني أولف شولتس إن بلاده ستواصل دعمها دفاعا عن أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وخلال زيارته إلى العصبة التشيكية أشار شولتس إلى برلين سترسل أحدث الأسلحة إلى كييف في الأسبوع المقبلة وأوضح أنه بخلاف إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة وأنظمة رادار وطائرات مسيرة فإن بإمكان ألمانيا أن تتحمل مسئولية خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات المدفعية والدفاع الجوي الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سوء 25 فزابوريجيا ودونسكا بالإضافة لتدمير ستة مستوضعات للأسلحة الجيش الأوكرانية كما أعلنت الدفاع عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة ما حطت زابوريجيا النووية مضيفة أنه لم تقع أضرار جسيمة وأن مستويات الإشعاع طبيعية كما أشارت الوزارة إلى أنه جرى إسقاط الطائرة المسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية في جنوب البلاد عن بدء هجوم مضاد في اتجاهات مختلفة بما في ذلك منطقة خيرسون من ناحية أخرى قال نائب المجلس الإقليمي لمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير قاعدة عسكرية روسية في المدينة التي تسيطر عليها روسيا حاليا فأكد المسؤول الأوكراني أن القوات الأوكرانية شنت ضربات جديدة على مستوضعات ذخيرة روسية وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتل الجنود الروس إلى 47100 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية يطلق منورات فوستوك 2022 الاستراتيجية في الفترة من الأول من سبتمبر إلى السبع من سبتمبر المقبل وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن المنورات البرية والبحرية والجوية ستجرى في سبعة ميادين للدفاع الجوي شرق البلاد وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أخط سك وبحر اليابان في أقصى شرق روسيا وأوضحت الوزارة أن القوات المشاركة في المنورات ستقوم بالتدريب على ضمان الأمن العسكري في شرق البلاد فضلا عن تحسين مهارات القادة في الخيادة وإدارة القوات لصد أي عدوان ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ممنا توقع بنك جولدمان ساكس أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام مع وجود خطر التحول إلى انكماش عميق وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وأكد جولدمان ساكس أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في طريقه للانخفاض بنحو 1% حتى منتصف عام 2023 في وقت سابق من هذا الشهر أطلق بنك إنجلترا العنانة لأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عاما وحضر من أن المملكة المتحدة تتجه لأكثر من عام من الركود تحت وطأة التضخم المتصاعد قال مارتينز كازاك العضو بالمجلس الحكم للبنك المركزي الأوروبي قال إن البنك في حاجة لتحرك وبقوة ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل من أجل السيطرة على التضخم ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كازاك القول إنه على الرغم من أن رفع معدل الفائدة منطقي في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 10% فإن وطيرة تخفيف الدعم النقدي يجب أن تكون منظمة ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع الشهر الماضي ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قائلا إن المخاوف من التضخم المفرد تتفاوق الآن على مخاوف النمو تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة حدة بينما ارتفعت عائدات السندات بعد أن زادت تصرحات صنع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم وسط تزايد مخاطر حدوث ركود وانخفض المؤشر ستوكس 600 أوروبي بواقع 0.8% إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعا إذ انخفضت بنسبة 1.4% كما قفزت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس إلى أعلى مستوى في شهرين نواصل تقديم نشرة الثالثة ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بأن منظمة أوبيكس ستخفض الإنتاج إذا لازم الأمر لدعم الأسعار إضافة إلى زيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وصعدت العقود الأجلة لخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي بنحو 0.32% إلى 93.36 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 0.16% إلى 101.15 دولار للبرميل أظهر مسح أجره مركز أبحاث جي كي آي تدهور ثقة المستهلكين ورجال الأعمال المجاريين على حد سوا في أغسطس مع انخفاض ثقة الأسر إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل 2020 في الموجة الأولى من جائحة كورونا وأظهر المسح أن الأسر المجارية أصبحت أكثر قلقا بشأن أفاقها المالية واسترتفاع التدخم وأسعار الطاقة وارتفع معدل التدخم الأساسي المجاري إلى معدل سنوي قدره 16.17% يوليو وهو أعلى معدل له منذ 25 عاما وحول اتجاه المركزي الأوروبي إلى رفع الفائدة للسيطرة على التدخم ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي جامعة بني سويف دكتور كريم بعد التحية جولدن مان ساكسا يتوقع دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود والمركزي الأوروبي يتجه إلى رفع الفائدة للسيطرة على التدخم إلى أين يتجه الاقتصاد العالمية؟ يعني طبعا دعونا نصفك على أن ملامح الرقود يعني ابتدت تظهر من شهر إلى شهر يعني يتصل الأمور من سيء إلى أسوأ خاصة طبعا إحنا شايفين أن مع كما نعلم رفع الفدرالي الأمريكي وبالتالي المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة وأيضا حتى يعني الأداء المؤشرات الاقتصاد الكل للمملكة المتحدة من الدول اللي هي طبعا شهدت معضلات ضخص مرتفعة وبالتالي يعني أعلن المركزي الإنجليزي أنه سوف يرفع معدل الفائدة يعني متوقع أن يرفع معدل الفائدة بشكل كبير فيه حتى نصل إلى العام القادم كمان حتى أن يعني نقدر نقول أن الأضرار الناجمة ما زالت مستمرة قصة مع يعني إحنا حتى لو نظرنا إلى مؤشر مدير المشتريات في أوروبا يمكن نوصل إلى أدنى نحن أصبحنا نسجل قراءات قريبة من الخمسين وخمسين نقطة وهذا يعني والخمسين نقطة دي هي النقطة التواصلة ما بين الانكماش أو ما بين الانكماش والنمو حتى أن يعني معدل نمو القطاع الصناعي أصبح يتباطأ في كل من أسيا وكل من أوروبا وليس فقط السلع والمنتجات وحتى الخدمات وبالتالي ده يكون ليه إنعكاسات والسيئة على الجميع وبالتالي طبعا حتى أن يعني أن البنك الدولي في تقاريره استادرة منذ شهر ونصف تقريبا نتحدث على أن يعني استفاع مقاطر الركود التضخمي يعني تظهر فيه معدل وسيرة النمو بشكل مستمرة نعم دكتور كريم كيف يمكن الموازنة بين ارتفاع الأسعار والتضخم من ناحية وبين الغصول لحالات الركود المتوقعة عالميا ماذا تفعل البنوك المركزية حول العالم؟ طبعا يعني هذا الحديث في هذا الموضوع أصبح شائك وفيه نوع من أنواع التباين يمكن يعني يتحدث البعض ويمكن في بعض الحائزين على نوبل أن رفع شعر الفائدة يغذي التضخم ويعجل من الركود في حين ان اتجاه المسؤولين عن البنوك المركزية في العالم خاصة رئيس الفدرالي الأمريكي تحدث على أنه سوف يرفع تعرف الفائدة حتى يمتص التضخم حتى وإن كان هذا سوف يؤدي إلى ركود وبالتالي طبعا فيه تباين لا أحد يعلم الحقيقة أين بالوضع الضقيق ولكن طبعا يعني إحنا الذي يعني يسيطر على العالم الآن الاتجاه نحو الركود أو الاتجاه نحو رفع شعر الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم بأي شكل من الأشكال نعم دكتور كريم أخيرا هل يمكن أن تقع بعض الدول في مثلا مرحلة الركود العميق مثل مثلا سيري لانكا يعني طبعا سيري لانكا وسط مرحلة المهار الاقتصادي وليس مرحلة الركود عميق وبالتالي إحنا أكيد سوف نشاهد مجموعة من الدول ممكن تتحدث الأزمات الاقتصادية عنيفة في أمريكا الجنوبية في بعض الدول في أفريقيا الدول مخفضة للدخل في بعض الدول الأسيوية خاصة الدول التي لم تسير بمرحلة الرجل الاقتصادي أو بمرحلة اتخاذ القرارات بعيدا عن الشعبوية الدول اللي انجرفت نحو الشعبوية والدعم المطلق للشعب والأسعار المنخفضة بغض النظر عن الإنتاج وعن الإمكانيات المالية للدولة دي الدول اللي هي معرضة أكثر ناتواجه أزمات مع الديون المفرطة التي يتم انفقها على الأوجه الاستهلاكية بعيدا عن المشاريع الاستثمارية شكرا جزيلا دكتور كريم العمد أستاذ الاقتصاد الدولي جامعة بني سويف ارتفعت مناسب المياه في نهر الراين بألمانيا بعد هطول الأمطار مطلع هذا الأسبوع متجاوزة المستويات التي تسببت في أزمات في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري كان ارتفاع درجات الحرارة وأقلة هطول الأمطار على مدى أسابيع أدى إلى استنزاف المياه في النهر الذي يعد الشريان التجاري لألمانيا مما تسبب في تأخر الشحنات وارتفع تكاليف الشحن نهر الراين هو طريق شحن رئيسي للسلع منها الحبوب، المعادن، الفحم ومنتجات النفط بما في ذلك وقود التدفئة يستعد سكان ولاية ميسيسيبيا الأمريكية لفيضانات محتملة بعد هطول أمطار غزيرة على الولاية في وقت سابق من هذا الأسبوع وزعت وكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي مائة وستة وعشرين ألف كيسرم لتكون بمثابة حواجزمائية استعدادا للفيضانات وتشير تقديرات السلطات إلى أن مائة إلى مائة وخمسين منزلا يمكن أن تتأثر مساء اليوم في الأردن حاول أفراد من سكان العاصمة عمان التغلب على حرارة التقص نتيجة للموجة الحارة التي تشهدها المنطقة في غضون ذلك نشرت سلطات المدينة شاحنات لرش رداذ الدبريد في منطقة وسط العاصمة نتيجة للموجة الحارة التي تشهدها المنطقة حاول أفراد من سكان العاصمة الأردنية عمان التغلب على حرارة التقصة حيث سعى الكثير ممن وجدوا أنفسهم بالخارج وصى درجات الحرارة الحارقة للحصول على الراحة من نوافير المياه ومحلات العصائر وفي محاولة من جانب الحكومة الأردنية للتخفيف عن المواطنين من آثار درجات الحرارة المرتفعة نشرت سلطات المدينة شاحنات لرش رداذ التبريد في منطقة وسط العاصمة عمان وقامت السلطات بتقليل ساعات العمل تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف على زملاء نفي الميدان خاصة عمال الوطن عمال الزراعة عمال صيانة الطرق ورش التعبيد وما إلى ذلك يتم تعطيل أو يتم إيقاف العمل الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الرابعة مساء اللي هي بعد تخف حدة الموجة الحارة أيضا بالنسبة لأخوان المواطنين هناك رش المياه في الأماكن التجارية الأماكن فيها ازدحام تجاري سواء في وسط البلد أو في غيرها وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة طقس العرب محمد الشاكر قال إن موجة الحارة قد تستمر حتى الأيام الأولى من شهر سبتمبر محذرا من أن هذه الموجة الحارة ستكون أطول موجة حارة يشهدها الأردن هذا الصيف وستصل درجات الحرارة إلى أربعين درجة لعدة أيام متتالية أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف منفذ عملية إطلاق نار أصفرت عن ثلاثة قتلى وجريح في مدينة داترويت فيما قتل ثلاثة آخرون في عملية إطلاق نار أخرى في تكساس وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عملية إطلاق نار عشوائية ومع ذلك يتردد المشرعون في إقرار قوانين تقيد حيازة الأسلحة على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد الأمريكيين لقرار كهذا إلى البرازيل حيث تبادل المرشحان الرئيسيين للرئاسة لاتهامات بالفساد وبتشكيل خطر على الديمقراطية وذلك في أول مناظرة رئاسية قبيل الانتخابات العامة التي ستجرى في أكتوبر المقبل يخود الرئيس اليميني جاير بولسونارو الانتخابات ضد الرئيس السابق لولا تازالفا الذي ترك منصبه في عام 2017 وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم لولا على بولسونارو الذي هاجم مرارا نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل ما أثار مخاوف من أنه قد يعترض على النتيجة إذا تعرض للهزيمة أعلنت فنزولا وكلومبيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل بعد انقطاعا دام ثلاث سنوات وكان الرئيس الجديد لكلومبيا جوستافو بيترو ونظيره الفنزولي نيكولاس مادورو قد أعلن في 11 من أغسطس الجاري عزمهما إعادة العلاقات الدبلوماسية وحادثت القطيعة بين البلدين عام 2019 في عقاب سنوات من التوتر حيث أغلقت السفارات والقنسليات في كل البلدين وأوقفت الرحلات الجوية كما تم إغلاق الحدود البرية المشتركة التي يبلغ طولها ألفي كيلو متر وتم فتحها أمام المشات فقط إلى فيروس كورونا حيث أعلنت السلطات في مدينة شانشان بجنوب الصين عن إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم وذلك كإجراء نوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا ورصد مسؤول صحفي منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكان 18 مليون نسمة 9 إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 600 مواطنين بعزبة صابرية التباعة لمركز ومدينة القصصين محافظة الإسماعيلية ضمت القافلة كل التخصصات الطبية كما ضمت معملة للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفا دوائيا يتم تقديمها بالمجان بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا في محافظة الشرقية قام فريق مؤسسة حياة كريمة بمتابعة عدد من المشروعات التي تتم في أكثر من قطاع بمركز الحسينية وتضم مشروعات المؤسسة بالمركز طبطينة طرعة صان السمعنة وإنشاء مركز شباب قصصين الشرق ومركز شباب قرية قهبونع بالإضافة إلى الوحدة البيطارية ومركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سعود نفى المركز الإعلامي لمجلس الأسرة إصدار الحكومة قرارا بتغليذ العقوبة على تسمية الموليد الجدد بإسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار إسماء الموليد الجدد والحالات المحظور تسميتها بموجب قانون الأحوال المدنية وأكدت الوزارة أن القانون ينص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السنوية انطلقت بالقاهرة فعليات الاجتماعات التحضرية لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء تنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق أعمال اللجنة بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللمركزية وذلك بحضور وفود 55 دولة إفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والأغذية العالمية بحثت مصر وجبوتي فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى جبوتي في صناعة البترول والغاز وخلال استقباله نظيره الجبوتي يونسي جيدي أكد وزير البترول طريق الملة أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الأفارقة حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جبوتي في الصناعة البترولية من جانبه أكد الوزير الجبوتي أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة في هذا النشاط للعمل على أرض جبوتي لنقل خبراتها وإمكانياتها أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استعاب القدرات الكبيرة المولدة جاء ذلك خلال استقباله لوزير الطاقة الجبوتي يونس جيدي والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة أنهت مؤشرات والبرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع في مقابل مشتريات للمصريين وسجل رأس المال السوقي مستوى 688.7 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 4.1 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 45 من 100% ليغلق عند مستوى 10.132 نقطة كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 70 من 100% ليغلق عند مستوى 228 نقطة وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 66 من 100% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة شهدت الرقعة الزراعية في مدينة تور سيناء توسعا كبيرا ونجاحا في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام كان احد اهم اسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي والذي يتم انتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية وبدمجها ببعض الاسمدة المعدنية بنسب مختلفة شهور قليلة تفصلنا عن المؤتمر العالمي قمة المناخ كوب 27 والذي يضع في اولوياته الزراعة والامن الغذائي حيث تعد الزراعة من اهم المصادر المسؤولة عن توفير الاكسجين وتخليص نسبة ثاني اكسيد القربون لخلق مجتمعات نظيفة خالية من التلوث ففي مدينة تور سيناء شهدت الرقعة الزراعية توسعا كبيرا ونجاحا في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام وكان احد اهم اسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي الكمبيست والذي يتم انتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الاسمدة المعدنية بنسب مختلفة فالتسميد بالكمبيست يحافظ على خصوبة التربة والاحتفاظ بالمعادن الهامة لعملية الانبات وايضا له دور كبير في توفير المياه وعدم اهضارها مدينة تور سيناء نجحت ايضا في حصاد العديد من انواع الطمور من اهمها البرحي والمجدول كما كان لاشجار الزيتون النصيب الاكبر في جنوب سيناء فتختلف ثماره ما بين القلمات والتفاحي والذي يتميز بكبر حجمه ويشبه ثمارة التفاح في بداية نضجها والذي يستخدم للتخليل من الزراعات اللي نجحة وثابتت وجودها جدا عندنا في تور سيناء زراعة النخيل وخصوصا صنف المجدول نجح جدا جدا وتبين ان له طعم ومزاق وصفات جودة مختلفة خالص عن اي منطقة تانية من مناطق الجمهورية عندنا في مصر زيادة الرقعة الزراعية هدف تبنته الدولة منذ سنوات وظهر ذلك جليا في كل انحاء محافظة جنوب سيناء لتوفر الغذاء للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية بدأت محافظة البحر الأحمر التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة يأتي ذلك تبقى للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراع بتكلفة تخطت 875 مليون جنيه بدأت محافظة البحر الأحمر التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة المحطة التي تعمل بطاقة 90 ألف متر مكعب في اليوم وتشمل 12 حوضا تم توجيه خط منها لزراعة الأشجار الخشبية بمساحة تبلغ قرابة 3000 فيما سيتم توجيه الخط الثاني لزراعة الأشجار المحيطة بمطار الغردقة الدولية المحطة عندنا محطة معالجة ثلاثية بتعالج مياه الصرف الصحي علشان تخرج آمنة للاستعمال الأدمي بتستخدم المياه المنتجي عندنا بتستخدم فراي اللبات الشجرية بتمر بثلاث عشان توصل للمنتج بتاعنا بتمر بثلاث مراحل واعتقع المحطة على مساحة 250 ألف متر مربع شمال مدينة الغردقة وتحتوي على مبنى مدخل للمحطة ومبنى المعالجة التمهيدية والمصافي وحوض فصل الرمال ومصيادة الزيوت والشحوم هذا وتتضمن الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر تحديث وإعادة تأهيل نظام الري والاعتماد على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات كفاءة المائية وتبطين قنوات الري بالإضافة إلى إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فضلا عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه أكد رئيس بجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة العمل على تنفيذ خطة تطوير التعليم التي تتبنها الدولة وما يتضمنه ذلك من استكمال تطوير المناهج التعليمية التي شهدت الفترة الماضية بدأ تنفيذ خطواتها الأولية وأشار مدبولي إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة المزيد من مدارس النيل وكذلك المدارس اليابانية تعظيما للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي قبل قليل بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفي الوقت نفسه أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف التعليم الفني وبحرصها الشديد على بدل المزيد من الجهد لتطويره والنهوض بمستوى الخريجين بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل بما يدعم قطاع الصناعة في مصر باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري مشاهدين انتهت نشرة الثالثة وعليكم أهم ما جاء فيها شكري يلقي كلمة في أسبوع المناخ لإفريقيا بالجابون ويؤكد أن الكثير من التعهدات الدولية للتخفيف من تأثير تغير المناخ لم يتم الوفاء بها اعلان حالة الطوارئ في بغداد واجتماع الرئاسات في العراق يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد الحالي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل فريقا إلى محطة زابوريجيا واستمرار تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف حول قصفها وصلنا مع حضراتكم إلى ختم نشرتنا شكرا لحضراتكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة